بسم الله الرحمن الرحيم فكنتمنى من الله إن شاء الله تعالى أن يرفعنا هذا الوباء وأن يجمع شملنا عما قارب إن شاء الله الرحمن الرحيم فكنتمنى تكونوا بخير وعلى آخر إن شاء الله رحمن الرحيم وغيرتشوفوا عما قارب إن شاء الله إن بعد العسر يسرى فأحنا توحشناكم بزاف ولكن الظروف ما عندما ندلوا في هذه الساعة هذه كما كنت تعرفوا التعليم والصلاوات يعني جميع الأنشطة في المتسجد يعني تلغات بسبب هذا الوباء فكنتمنى وانترجى وإن شاء الله هذا الشيء غير تحلع مقارب إن شاء الله رحمن الرحيم فغيرت الكلمة لأستاذ سيخاليد باش غير تتكلم معكم إن شاء الله رحمن الرحيم فليتفضل مشكورة شكرا سعب قدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه إخوتي وأحبتي أحييكم من أعماق القلب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا جد سعيد وجد مسرور أن أطل عليكم وأتواصل معكم بعد هذا الغياب هذه الفترة من الغياب التي فرضتها الظروف التي نعلمها جميعا ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله فهذا اللقاء هو كبديل لما كنا عليه سابقا قبل هذه الظروف الكورونا فيروس فإن شاء الله تعالى ستكون إطلالات ويكون تواصل مثل هذا التواصل فإن شاء الله أحب أن أتحدث في دقائق معدودة عن أمر يهمنا جميعا نحن المسلمين منذ نزول هذا هذا الوباء ديالفيروس كورونا ونحن جميعا نعرف الظروف والواقع كما هو الآن يعني الإجراءات اللي هي ضرورية ولا بد منها حفاظا على سلامة على سلامة أرواحنا وعلى سلامة المجتمع المسلم يتحصر وقد يحزن وقد يصيبه شيء من يعني الحصر على أنه انقطع عن المسجد وانقطع عن أداء الصلاوات الخمس في المسجد أو صلاة الجمعة أو الأعمال الصالحة أو الأعمال ديال الخير اللي كنا كنا ندروا في المسجد لكن هذه الظروف ديالفيروس كورونا أحالت بيننا وبين هذا الخير الكبير ولكن أريد أن أبشر نفسي أولان وأبشر إخوتي وأحبتي أنه تحتش حجام ضعط من الأجر والثواب اللي كنا نحصل عليه من خلال العبادات والأعمال الصالحة اللي كنا ندرها في المسجد كيف ذلك هناك أحاديث كثيرة كي قل فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه اللي كان كيدير العمل الصالح في الظروف العادية كما كنا قبل هذا الوباء قاع الأعمال اللي كنا ندرها في المسجد وقاع الأجر والثواب اللي كنا نحصل عليه دابا الآن ما ضع تشي حاجة يكتب لنا الأجر كما هو ويكتب لنا الثواب كما هو ونحصل على الحسنات كما هي حتى وإن لم نؤدي هذه الأعمال الصالحة فالله عز وجل ذو فضل عظيم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث صحيح إذا ابتلي المسلم ببلاء قال الله لملائكته أكتبوا له صالح عمله الذي كان يعمله قبل الإبتلاء إذا ابتلي المسلم ببلاء مثلا البلاء أو الإبتلاء اللي احنا في دباء ديال الفيروس كورونا اللي لا بد أن نلزم بيوتنا وأن نصل في بيوتنا فليكان كيدير هذا الشي في المسجيد صلاة الفجر صلوات الخمس سائر العبادات باقي بفضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه يحصل على هذا الثوب وهو في بيته يؤدي تلك العبادات وأزيدكم حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مارض العبد أو صافر كتب له مثل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم إذا المرض مانع وعارض عرض للإنسان لكن يكتب له ما كان يعمله قبل المرض مثلا لهذا الوباء التي نحن فيه دباء منعنا من هذه العبادات ومن هذه الأعمال ولكن الله عز وجل يكتب لنا تلك الأجور وذلك الثواب في صحائف نحت وإن لم نؤدها هذا فضل من الله تبارك وتعالى لأن الأعمال بالنيات لأن الله ينظر إلى القلوب وينظر إلى نيات الناس فإذا كان لإنسان المؤمن نيته أنه سيصلي وسيذهب إلى المسجد وسيفعل كذا وكذا مثلا في الشهر المقبل أو الشهر اللي بعده أو رمضان المقبل لكن هذه الظروف حالت بينه وبين هذه الأعمال الصالحة فالله عز وجل يكتب له أجره كما هو كاملا تاما لا ينقص من أجره شيئا فالأحاديث كثيرة منها حديث من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة والحسنة بعشري أمثالها وأحاديث كثيرة لا أريد أن أطيل فأبشر بالخير ولا تحزن ولا تتحصر فالله عز وجل إحسانه عظيم وكرمه كبير وفضله عظيم الإنسان ما يقول يعني ما كنمشي في المسجد ما كندير هادي ما كندير هادي إذن ما كنحصلش على الأجر اللي كنت كنحصل عليه من قبل فأبشر بالخير فكل ما كنت تحصل عليه قبل هذه الظروف الاستثنائية بفضل الله وكرمه هي في صحيفة المسلم ويحصل عليها بإذن الله عز وجل فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يفكر بهذا التفكير السلبي فالإسلام دينا عظيم والشريعة دينا عظيمة والرحمة دي ربي كبيرة وفضل الله كبير يبقى أننا نحافظ على التعليمات دي الحكومة والتعليمات دي السلطات المحلية والتوجهات دي الوزرات الصحة أننا نحافظ عليها وننديرها بحذافرها حتى يرفع الله هذا الوباء وحتى يفرج الله عز وجل علينا وعلى البشرية نجمع نواسي ونعزي من فقدوا أحبابهم في كل العالم ونرجو ونطلب من الله الشفاء للمصابين وعلى المرضى ونسأل الله أن يعافينا جميعا وأن يعافي الناس في كل مكان أترك المجال لأستاذنا وإمامنا سيعز الدين أن يقول قوله وكلمته أرى الله فيكم أرى الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الكلمة دي اللي غادي تكون إن شاء الله عز وجل بالهولندية نظرا للكلمة الجامعة والمانعة اللي لقاها الشيخ السيخ خاليد حفظه الله فزو أشوي لي فيتب بس برودرشان زنشتر دزين بزن زخت زخت هيلة رارة تايدن دي في ما ندفعه السيخ هو عز وجه موشفه به رئيك أن هناك أتذ آنشرت أن ت الحفظه أن الناس التي سيكون تضيقهم أن الأسية ل أنبه القاها من الله سبحانه وتعالى تهجبه أن أحضر أن تتعجبه كانوا على أن يرغب الهوض أحيانا أن هذا هو مدينة كنسب الله أنه ليس أحياناً بالهبارة ونزيد احضب ثم أحياناً 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 المعطبة إذا كانت هذه من المؤسين أحياناً إنه محسين أحياناً إذا كانت هذه الأحياناً وقعناً أن الله سبحانه وتعالى له يسجيع ايضاء لن يجعوه النتسياد الخضر نسياد 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 اطفتح منكم انتظر انتظر امدن ندخ انتظر انتظر المترجم للقناة 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 ويكون سواء معهم يتحدث عن ويوما نقوم بحضره من اليوم ويوما نحصل بحضره من حالة عموضة تحضره، تحضره، محضره، تشهر، تحضره، تشهر، تشهر، ويوما نستطيع هذه الاجتئة لديهم هذه الأشياء التي أردتكم معكم لكم سناء الله سناء الناس عبر في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر 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 توجيهات الإرشادات للحكومة الإرشادات السلطة المحلية البلدية وزارة الصحة ونحن نقيم ديها الدارة مليح ونحن نصير دي فاسن مليح ونحن نقيم ديها الدارة مليح إن شيني طروان نغي العائلة نغي كورشي يعني باش وقف نطول شاي هاد النقطة يا ثتاني مهمة مزاف انه غيزة ديها الدارة النش حتى يفرج الله حتى يهز الله دي البلاء الحاسنة دي الأجر دي الثواب تغنتو يمزوارو دي الحالات العادية بفضل الله وبكرم الله عز وجل جوتشي قد قمشا النس بفضل الله تبارك وتعالى والله ذو فضل عظيم لأن نية المسلم نية المسلم إنه ذي رحالة مسجدة غذي عبد الله تبارك وتعالى غذيكثين غذيكثين فإنما الأعمال بالنيات والتعامل مع الله ديما الإنسان والتجارة مع الله ككل إنسان رابح كما قال الله عز وجل في كتابه في سورة فاطر إن الذين يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم وأجورهم ويزيدهم من فضله إنه غافور شكور فتترغي إن شاء الله تيري مليح تترغي إن شاء الله شنين متعر بالعالمين الصحة والعافية والسلام والأمان شنين والطرون لأهل نون تترغي إن شاء الله العالم سيرفع بالعالمين ونثل وباء وتاني أتعقب الأمور غير طبيعتها بإذن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أنه يدير يوقف هذا الشيء ويرفع هذا الغمة وهذا الكرب وهذا الهم وتعود الحياة إلى طبيعتها فالله عز وجل كبير ورحمته كبيرة وفضله كبير والله عز وجل إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون هذا يعني ما تيصر في هذا اللقاء وما سمح به الوقت وما سمح به الأفكار إن شاء الله ستكون هناك لقاءات أخرى إن شاء الله ونحن غادين معا إلى كالمستجدات إن شاء الله غادين نشوف ما يناسبها بإذن الله تبارك وتعالى كالشي حاجة تختمها شكرا بارك الله فيكم الأسيد الكرام سي عز الدين والسي خاليد فكنشكركم على هذا الإطلال وعاد الموعدة إن شاء الله بالنسبة للجماعة تنقلوا لهم حفظكم الله وحفظ أولادكم من هذا الوباء هذا وغنبقوا إن شاء الله على الاتصال غنحولوا ما أمكن من الأنفة السعيدة أننا بقى تكون إطلالات ومواعظ لغنبقوا نتصلوا بها مع الجماعة سواء عبر الفيسبوك أو الواتساب أو في يد أميرك من ظلنا السياسين وكونوا خيرين إن شاء الله رحمه ورحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا وبركاته ترجمة نانسي قنقر